في إطار استراتيجية وزارة الداخلية رامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهدف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 24 قضية بيع استوانات متجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 8274 استوانات متجاز وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت مليون و257 ألفا و171 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 11 ألفا و42 قضية السلع غزائية وتمونية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت أكثر من 4231 ونصف طن سلع غزائية وتمونية متنوعة كما تم ضبط 219 قضية بيع بأزياد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 92.5 طن وضبط 23 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 79.5 طن أرز أبيض وكذلك ضبط 41919 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 283.5 طن دقيق بلدي كما تم ضبط 18 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 137.5 طن سلع غزائية متنوعة وما يزيد على 55 طن دقيق أبيض وضبط قضيتين بيع بأزياد من السعر للأعلاف بمضبوطات بلغت 7 طن أعلاف حيوانية وضبط 26 قضية غش أعلاف بمضبوطات بلغت أكثر من 96 طن أعلاف حيوانية وضبط 18 قضية غش أعلاف وأسمدة الزراعية بمضبوطات بلغت ما يزيد على 639 طن أعلاف حيوانية وداجنة و 15 طن أسمدة الزراعية وتم ضبط 303 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبوطات بلغت حوالي 75 طن سلع غزائية متنوعة وأكثر من 46.5 طن دقيق أبيض كما تم ضبط 56 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت حوالي 26 طن سلع مدعومة متنوعة وأكثر من 7.5 طن دقيق بلدي وما يزيد على 35.5 طن أسمدة زراعية مدعمة وتم ضبط 2824 قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغزائية وغير الغزائية كما تم ضبط 6 قضايا في مجال البيع بأزياد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 25 طن أسمنت و50 طن حديد تسليح كما تم ضبط 41 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 603 طن أرز الشعير وضبط 455 قضية في مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت 283 طن أرز الشعير كما تم ضبط 293 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 22818 عبوة السجائر وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 634 ألفا و 689 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 433 ألفا و 816 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحاملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3452 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 136 سائق منهم كما تم المرور على 113 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 729 من سائق حافلات المدارس تبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص 559 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية وتبين عدم مطابقة 24 مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 471 سيارة و 49 دراجة نارية متروكة و متهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 4461 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحزور تركيبها واستعمالها عن ضبط 817 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 828 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 293 مخالفة الزجاج الملوم بدون ترخيص وضبط 2712 مخالفة ملسقات و 44 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2127 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79195 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 60.812.064 جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 265 قضية من بينها 42 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 123 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 50 قضية بقيمة مالية بلغت 142.559.716 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2141 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليار وتسعمائة واثنين وسبعين مليون جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة سمانية ملايين ومائتين وتسعة وثلاثين ألفا ومائة وعشرين جنيه